أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والكرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوم أبواء منزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أجسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم مغلالاً فهي إلى اللذقان فهم مغمهون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أمذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب فوشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحق الموتى ونكتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أحصيناهم في إمام مبين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بسالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجراً وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتغذ من دونه آلهة إن يلد للرحمن بدر الله بدر الله تغن عني شبعدهم شيئاً ولا ينكدون إني إذا لفي ضلال مبين إني أعمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليتقومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصدنا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاذرون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الكرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محلرون وآية له الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنت من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجدي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ملاسل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابك والنهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتعان إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفكوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلاني بالمبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفق بالصور بيذاهم من الأجداس إلى ربهم ينسنون قالوا يا وإلنا من بعصنا ممن قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا ترزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متجون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان لك معظم مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جب الله كثيرا فلم تكونوا تعكنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواههم وتكلبنا أيديهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستقموا الصراط فأنا يمسرون ولو نشاء لبسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يلجعون ومن نعمره ننكسه بالغلق فلا يعجلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما ينبغي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنها خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عمال فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جوند مخضر فلا يحزون في قولهم إنا نعنوا ما يسرون وما يعلنون ولمر الإنسان أنها خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مسلا ورسيا فالقف قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات واللغض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وإليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر